إذا اختارت إيران الحرب فستكون نهايتها الفعلية تهديد جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني في تغريدة له على موقع تويتر كلمات ترامب تلك جاءت ردا على سقوط صاروخ كاتيوشا على بعد أمتار من مقر سفارة بلاده في المنطقة الخضراء ببغداد في هجوم مباشر على واحدة من مصالح الولايات المتحدة في أرض تعج بوكلاء إيران لكن الأخيرة لم تدلي بأي تصريح بشأن الحادثة ولا وكلائها من الميليشيات ويتساءل البعض عن مدى جدية إدارة ترامب من وراء تهديداتها المستمرة بضرب إيران وأدرعها المسلحة إذا تعرضت مصالح أمريكا للخطر السيما بعد هجوم السفارة الأمريكية في بغداد وتصريحات ترامب الأخيرة بحرمان إيران من امتلاك سلاح نووي وغزو إيران لكن اقتصاديا فقط ذلك الرد بدى مستحبا لدى طهران وهو من تظره الإيرانيون على ما يبدو بعد استعراض القوة الأمريكية الأخير في الخليج ووصول حاملة الطائرات إبراهام لينكولين يرافقها مستشفى حربي وعدة فرقاطات حليفة في مياه الخليج العربي فكان الرد بلسان ترامب لا تهددون مجددا ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطلب فيها ترامب من إيران التوقف عن تهديد الولايات المتحدة ففي تموز من عام 2018 وجه ترامب رسالة إلى الرئيس الإيراني روحاني مفادها ألا تهدد أمريكا وإلا فأنت في مواجهة تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ وفي المقابل يقلل القادة العسكريون في الحرس الثوري والمسؤولون الإيرانيون من أهمية التهديدات التي يوجهها ترامب لإيران بين الفينة والأخرى عدين إياها حربا نفسية لإرغام طهران على التخلي نهائيا عن برنامجها النووي اشتركوا في القناة